خرج مئات من محتج سطرات الصفراء في مسيرات في باريس يوم السبت للأسبوع السابع عشر على التوالي في احتجاجات مناهضة للحكومة رغم محاولة الرئيس الفرنسي مانو الماكرون لاحتواء الغضب بسلسلة من جلسات الحوار الوطني في أرجاء البلاد وانضم إلى محتج سطرات الصفراء متظاهرون يرتدون سطرات وردية اللون يمثلون العاملين في مجال رعاية الأطفال احتجاجا على تعديل في إعانات البطالة في قطاعهم كانت احتجاجات سطرات الصفراء قد بدأت في نوفمبر 22 الماضي ردا على اعتزام مكرون زيادة ضرائب الوقود ثم تحولت إلى مظاهرات واسعة نطاق تنتقد الحكومة لنعزالها عن المصاعب التي تواجهها بعض الأسر وبعض أصحاب الدخول المنخفضة